التوبة من مخالفة الأوامر الإرشادية الشارع يعني المشرع عند حيثيتان الحيثية الأولى حيثية أنه مولى ونحن يجب أن لا نتخطى عن إطار هذه المولوية ولكن المشرع إلى حيثية ثانية شنو هذه الحيثية؟ حيثية الإرشاد مرشد ناصح ناصح يعني شنو؟ الحيثية الإرشادية يعني شنو؟ يعني تروح يم الطبيب الطبيب يقول أنت مصاب بالسكر الغذاء الفلاني موزياً إلك أنت إذا ما طعت أوامر هذا الطبيب سويت معصية الطبيب يعاقبك على ذلك؟ لا الطبيب إلى جنبة الكشف عن الواقع أكو هناك واقع تكويني إفلان طعام يضر السكر هذا الطبيب يكشف لك هذه الجنبة إذا واحد ما أطاع الطبيب من الذي يخسر؟ الطبيب هو الذي يخسر؟ لا هو الذي يخسر الإنسان المصاب بالقلب إذا ما أطاع الطبيب هو الذي يخسر هذا شيء طبيعي المشرع له جنبة ثانية جنبة الحيثية الإرشادية هذه الأوامر حتى إذا فرضنا أنه ما فيها جنبة مولوية وحتى إذا ما فرضنا أنه لا تختلط الجنبتان المولوية والإرشادية في كثير من الأوامر أو في كل الأوامر حتى إذا فرضنا فقط أكو حيثية إرشادية كما يظهر من كلمات بعض الفقهاء في مواقع متعددة من الفقه الإنسان إذا ما سمع هذا هو المتضرر النفس هي التي تنحط المجتمع هو الذي ينحط الآخرة الإنسان درجاته فيها تنحط الله سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة هذا كان أمر مولوي له إرشادي هذه مسألة يستشكلون علينا بعض الطوائف الثانية ولعل التلاميذ اللي في المدارس يواجهون هذا الإشكال وعصى آدم ربه فغوى إذن آدم معصية شلون ينسجم مع مبانيكم أنتو اللي تقولون الأنبياء لا يعصون الأنبياء لا يخالفون الأوامر المولوية ولكن أمر الله لا تقرب هذه الشجرة كان أمر إرشاد بأي دليل؟ كل كلام يحتاج إلى دليل؟ شنو دليل هذا الإدعاء؟ دليل الله سبحانه وتعالى يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى مكان جيد في تلك الجنة اللي كانت جنة من جنان الدنيا وجنة الخل التي وعد المتقم في هذا المكان مكان جيد تبقى في هذا المكان تعب ماكو نصاب ماكو لا تجوع لا تعرى لا تضمأ لا تضحى بالإضافة إلى تلك الفيوضات المعنوية مثل الطبيب يقول إذا أنت تسير على هذا المنهج صحتك تكون جيدة إذا خالفت مو معصية مو حرام ولكن هذا تضييع لمصلحتك آدم صلوات الله عليه خالف الأمر الإرشادي عصى الأمر الإرشادي لكن هذا ما كان ذن لكن ضيع مصلحته وعندما التفت إلى أنه سقط في امتحان الأمر الإرشادي أخذ يبكي على خطيئته ثلاثمائة سنة كما في بعض الروايات أخذ آدم يبكي لأنه كان يفهم شنو معنى مخالفة الأمر الإرشادي ضروري على المؤمنين أن يطالعوا الروايات لأن كل رواية من هذه الروايات حتى إذا ما كانت مولوية هذه مفتاح من مفاتيح السعادة إذا واحد خرج عن هذه الدائرة هو الذي ضيع نفسه الروايات التي تتعلق بباب الأطعمة والأشربة الروايات التي تتعلق بباب العلاقات الزوجية رواية واحدة قد تسعدك في حياتك وقد تشقيك في حياتك إذا ما عملتها الروايات اللي موجودة في باب النكاح لعلت رواية واحد الإنسان ما ينفذها الإبن يخرج معوق سبعين سنة هذا محرم إذا واحد ما نفذ محرم بس ضيع مصلحة نفسه أوقع هذا الطفل في التعويق لمدة سبعين سنة فإذا في مصلحة الإنسان أن يعود إلى هذه الدائرة الثانية وهي التقيد بدائرة الأوامر الإرشادية هذه المرتبة الثانية المرتبة الأولى التوبة من مخالفة الأوامر المولوية المرتبة الثانية التوبة من مخالفة الأوامر الإرشادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر